هذا وقد غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله مملكة البحرين الشقيقة عقب زيارة أخوية استجابة لدعوة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين في مطار الصخير أخوه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين وسمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل ملك البحرين لشؤون الشباب وللأعمال الخيرية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين كل من صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكية الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز صاحب السمو الملكية الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير سطان بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطان بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد الله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير ركان بن سلمان بن عبد العزيز كما غدر في معيات خادم الحرمين الشريفين كل من معالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ حازم بن مصطفى زكزوق ومعالي نائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلة بن علي العقلة ومعالي نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبد الله العسكر ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم ومعالي رئيس الحرس الملكية الفريق أول ركن سهيل بن صجر المطيري